انابت صاحبة سمو الملكي الأمير سبيك بن تبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله سعادة الأستاذ هالا الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة للمشاركة في المنتدى الدولي حول ريادة الأعمال النسائية وتمكين المرأة الذي أقامته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو في مقرها بمدينة الرباط بالمملكة المغربية تحت شعار ريادة الأعمال النسائية عامل رئيسي وواعد في مستقبل التنمية المستدامة وقالت الأنصاري في كلمتها إن المجلس العلى للمرأة في مملكة البحرين برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المفدة حفظها الله قدم خلال الظروف الحرجة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 جملة من الحلول آنية التأثير لمعالجة الطارئ من التداعيات على المرأة بما في ذلك شريحة رائدات الأعمال البحرينيات كما كشفت أن البرنامج الوطني سيركز خلال المرحلة القادمة على تكثيف السياسات والتدابير القائمة على ركيزة الاستشراف السليم للمستقبل استعدادا واستيعابا لأي ظرف طارئ هذا وأكدت الأنصاري أهمية منتدى ريادة الأعمال وتمكين المرأة الذي يقام في سياق الاحتفال باليوم الدولي للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويأتي في وقت يواصل فيه العالم خوض معركته لدحر جائحة كوفيت 19 بتأثيراتها الصعبة على كافة مناح الحياة وعلى رأس تلك التأثيرات الخسائر البشرية والاقتصادية التي يكافح العالم لاحتواء آثارها المتفاقمة وسيركز البرنامج الوطني خلال المرحلة القادمة على تكثيف السياسات والتدابير القائمة على ركيزة الاستشراف السليم للمستقبل استعدادا واستيعابا لأي ظرف طارئ حيث تذكرنا الأزمة مجددا بأهمية التخطيط الاستباقي في ظل ما نشهده من تحديات متسارعة بالتركيز على تطوير القوانين والتشريعات ذات التوجهات الحديثة كتنظيم عمليات التحول الرقمي في كافة القطاعات والخدمات تبني وتطبيق منهجيات جديدة لإدارة المخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية تفعيل خطط مبتكرة تعمل على استيدامة مساهمات المرأة في سوق العمل إلى جانب مسؤولياتها الأسرية تبسيط مسارات الوصول للعدالة وتجويد خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وصناعة وتطوير منهجيات وأدوات قياس أثر السياسات والتشريعات على التوازن بين الجنسين كحصيلة جوهرية للتنمية المقنية